أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المميز في بيتنا مدرسة والذي من خلاله سوف نتناول مراجعة مادة العمليات ومادة العمليات من المواد الأساسية لتخصص تشكيل المعادن والصياغة وأيضا هذه المادة بتجمع ما بين الخامات والمعدات والتخطيط والرسم يعني المادة دي من ضمن المواد الأساسية اللي بيكون فيها أكتر من مادة لأن الطالب بيقوم من خلال هذه المادة بتنفيذ بعض العمليات الصناعية الخاصة بكل تخصص زي عملية الجمع زي عملية النقش زي عملية الحفر كل العمليات التي تعرض على الطالب يتم تنفيذها من خلال الخامات والمعدات وبعض الرسومات وبعض الحسابات المحددة سواء كانت مساحات أو حجوم المقصود من تكوين هذه العمليات أن الطالب يكون جدير أو ماهر بأداء هذه المهارة داخل الورشة بعد ما يطبق الخطوات بتاعتها بالطرق الصحيحة وأيضا بتتميز مادة العمليات بترتيب الخطوات يعني ما ينفعش أقدر أن أنا أسبق خطوة عن خطوة لازم تتم عملية الترتيب بمعنى أن أنا ما أقولش أن أنا أقوم بعملية التشطيب وأنا لسه أقوم بعملية اللحام لازم أخلص الأول عملية اللحام ثم تأتي بعد ذلك عملية التشطيب من خلال هذه الحلقة سوف نتعرض لمجموعة من الأسئلة في هذه المادة متنوعة الأسئلة ما بين الصح والخطأ وما بين التوصيل وما بين الأسئلة المقالية وإكبل كل الأسئلة اللي ممكن تتخيلها لنها تجيلك في الامتحان مطبقة لمواصفات الورقة الامتحانية هتلاقيها موجودة في المراجع وبرضو الغرض من المراجعة أن نحن بنراجع على المادة من أولها لآخرة يعني من أول باب سواء كانت المادة دي ثمانية أبواب أو تسع أبواب بنراجع على المادة من أولها لآخرة بحيث أن نحن نحط في كل باب مجموعة من الأسئلة لأن من ضمن مواصفات الورقة الامتحانية أو الوزن النسبي للورقة الامتحانية أن أنا أكون حاطت من كل باب مجموعة من الأسئلة ما اختصش باب وواجه على باب تاني أبدأ أتجنبه دي من ضمن العيوب اللي بتبقى موجودة في الورقة الامتحانية تعالوا بعد كده بقى نشوف الأسئلة التي سوف نتعرض لها أول حاجة بيقول لي إيه ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ودي بتعتبر من ضمن أصعب الأسئلة اللي موجودة عندنا بمعنى أن أسئلة الصح والخطأ بتكون أسئلة صعبة جدا لأن السؤال لا يحتمل إلا إجابة واحدة إما أن تكون صح أو إما أن تكون إيه خطأ وطبعا وفي نفس الوقت لو السؤال صح وأنا جاوبت عليه خطأ يبقى خلاص ضعت درجة السؤال كله ولذلك دايما نحن بنوزن عملية الأسئلة على درجات السؤال يعني أنا مثلا لو عندي السؤال من عشرة بحط خمس نقط أساسية في الصح والخطأ بحيث أن كل نقطة مثلا تكون من درجتين أو حط عشر نقطة بحيث أن كل نقطة تكون من درجة واحدة طب أنا جاوبت إجابة خطأ إيب أنا فقدت الدرجة أو فقدت إيه الدرجتين دي من ضمن العيوب أسئلة الصح والخطأ ولذلك احنا بنركز تركيز كل وجزء مع أبنائنا وبناتنا الطلبة أن لابد من قراءة السؤال جيدا بمعنى أن أنا أرى السؤال مرة واثنين وثلاثة إحنا حتى في وضعنا للامتحانات بنبقى عاملين حساب للطالب أن هو يقدر يراجع الامتحان في نص ساعة كاملة أو في ساعة الله ربع كاملة لو كانت المادة مثلا من ساعتين أو ساعتين ونص بنبقى حطين الأسئلة بحيث أن يبقى فيه فترة أن الطالب يقدر يقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة ممكن يقدر يراجع على الإجابة مرة واثنين وثلاثة كل ده يعني إحنا مش عايزين استعجال في حتة الإيه الإجابة السؤال الأول من السوائل المستخدمة لتقسية المعدن الماء الأملاح الزيوت الإجابة طبعا إيه صحيحة والتقسية لو إحنا شرحناها هي وصول المعدن إلى درجة الإحمرار أو تعرضه لدرجة الحرارة إلى درجة الإحمرار ثم تبريده فجأة في الماء أو الإيه أو إزيه الغرض من عملية سك العملة هو تشكيل المعدن بين داليلين لكل منهما شكل مختلف إجابة صحيحة ويمكن إحنا كلنا بنتعرض للحاجة اللي زي دي أن نسك العملة كلنا بنتعامل مع الجنيه والنص جنيه والربع جنيه اللي هي العملة المعدنية ولذلك بتختلف يتبص لايه في ناحية فيها كتابة والناحية تانية فيها بعض المناسبات التي يتم توصيقها على العملة يبقى الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي إيه أساسية يبقى هنا ما ينفعش أن الوجهين يكونوا شكل بعض لا هنا بيبقى فيه وجه مختلف عن الوجه الإيه الآخر السؤال الثالث تسخن الإسطنبا إلى درجة حرارة تتراوح من 120 إلى 1600 درجة إيه ماءوية إجابة خاطئة تنقسم القوالب المستخدمة في التشكيل إلى قوالب ذاتة وجه واحد أو وجهان أو ثلاثة أوجه يبقى هنا الإجابة إيه خاطئة تنقسم القوالب المستخدمة في التشكيل إلى قوالب ذاتة وجه واحد ما ينفعش أو وجهان أو ثلاثة أوجه هي ممكن تكون وجهين لكن هنا لما هو بيقول لي وجه واحد وبيقول لي ثلاثة هو بيبقى الغرض من السؤال أنه هو يحوله من الصح إلى الإيه إلى الخطأ بعد كده بيقول لي مخرطة الجامعة تقوم بإنتاج أشكال معدنية غير متمثلة غالبا لا هنا مخرطة الجامعة من ضمن المعدات التي تستخدم لإنتاج المنتجات المعدنية المتمثلة قولا واحدا على طول بمعنى أن ما ينفعش أن أنا أشكل على مخرطة الجامعة منتجات غير متمثلة اللي تتعمل فيها منتجات غير متمثلة السباكة التشكيل اليدوي كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي إيه؟ بتعتبر بالنسبة لي أساسية أما مخرطة الجامعة هي المخرطة التي تقوم بإنتاج المنتجات المعدنية بطريقة متمثلة وكلنا بتبقى موجودة قدام مننا وبناخدش بالنا يعني أنت لو بسيت على الطبق اللي أنت عب بتاكل فيه لو مصنوع من الستالس أو من الألمونيوم الطبق ده فيه حتة التماثل يعني معنى كده أنه قطره محسوب ارتفاعه محسوب وفي نفس الوقت لما بتحط على المخرطة بقدر أجمعه بمنتهى لإيه؟ السهولة يبقى هنا المخرطة الجامعة بتقوم بإنتاج المنتجات المعدنية الغير متمثلة طب المجبس بقى ممكن يعمل لي منتجات معدنية غير متمثلة يعني إحنا مثلا لو شفنا السرفيس اللي هو بيبقى متعدد الفراغات بحيث أن أنا حط في كل فراغ حاجة ده بيتعتبر إنتاج بتاعه غير متماثل غير متماثل فين؟ في شكل الاستنبزة نفسها لما حب أعمل حاجة برضو أيضا غير متماثلة يبقى أنا كده باستخدم أسلوب السباكة سواء كانت السباكة بالرم أو السباكة بالشمع المفقود يعني إيه غير متماثلة؟ يعني الوجه غير الخلفية اللي وراء ممكن في نفس الوقت ممكن أعمل نص مختلف عن نص تاني وهكذا إذن هنا دي بتعتبر منتجات معدنية غير متماثلة لا تنتج بمخرط الجامع ولكن تنتج بعمليات صناعية أخرى مثل المكابس بأنواعها المختلفة والسباكة برضو بأنواعها المختلفة إحنا حبينا بس نوضح الحتة دي لأنه بيعتبر الجامع من ضمن العمليات الأساسية التي يتميز بها قسم تشكيل المعادن والإيه والصياغة ما عروف بحتة الإيه الجامع وحتة استخدام مخرطة الإيه الجامع لإنتاج المنتجات المتمثلة التي تستخدم في وحدات الإضاءة والأدوات المنزلية بأنواعها وأشكالها الإيه المختلفة بعد كده هل يمكن استخدام المساقل بدون يد؟ لا طبعا استحالا أن أنا أستخدم المساقل بدون إيه؟ يد ليه؟ لأن المسقلة هي أداة تستخدم للضغط على المشغولة أثناء التشكيل طب أنا لو استخدمتها بدون يد طب هو من اللي مسك المسقلة؟ العامل يبقى أنا هنا بعرض العامل للخطر ممكن يقع في حادثة بتعتبر من ضمن الحوادث الخطرة التي يتعرض لها العامل يبقى هنا من ضمن دواعي الأمن الأساسية استخدام المسقلة بيد خشبية وتكون مسبتة تثبيتا جيدا وتكون مسبتة تثبيت إيه؟ جيد يبقى مش شرط من ضمن الشروط الأساسية طب أنا ممكن أحط يدي في المسقلة وخلاص وما بكونش مربوطة دي تبقى أرضه كأنها مسقلة بدون يد المسقلة دي هي الأداة التي تستخدم للضغط على المشغولة أثناء دوران مخرطة إيه؟ الجمع ودايما بضغط من الداخل وأنا خارج لبرة ما ينفعش من الخارج للإيه للداخل ليه؟ بطرد الزيادات الناتجة من أثناء عملية الجمع لو حصل تمدد أو حصل انكماش في جزء معين ممكن أعالجه وأدر أعمل عملية تصليح للسطح ذات نفسه وحوله من سطح مجعد إلى سطح ناعم وأملس باستخدام الإيه المسقلة بس بيشترد أن هذه المسقلة تكون لها يد خشبية ومش أي يد خشبية يد خشبية تتميز بأنها يد ناعمة وملساء وخالية من العيوب ومثبتة تثبيتا جيدا بالإيه؟ بالمسقلة طب وإيه تاني من ضمن دوع الأمن؟ ألا يكون عليها بقع من الزيوت أو الشحوم يعني ما ينفعش يبقى عليها نوع من أنواع الزيوت أو الشحوم ليه؟ لأن الحاجات دي بتعتبر ضرر على العامل أثناء التشغيل على المخرطة أو إثناء عملية إتمام عملية الجامعة على المخرطة بيقولي القالب المركب يتكون من مجموعة من الفصوص تكون بجوار بعضها البعض القالب المركب من ضمن القوالب صعبة إثناء عملية التشكيل يعني إيه قالب مركب؟ قالب مركب هو القالب الذي يتم تشكيل المنتج عليه بمعنى لو أنا عندي في البيت أنية ظهور مصنوعة من النحاس الأصفر أو النحاس الأحمر أو مصنوعة من الفضة أو مصنوعة من الاستلس أو زي قدرة الفولزة نفسها اللي هي واخدة شكل من أسفل ضيق ثم تتسع ثم تضيق مرة أخرى كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي قوالب مركبة يعني إيه القالب بيتكون من مجموعة من الفصوص يعني معنى كده أن أنا بشكل القلب الأول كأنه جسمه مسمط ثم بعد ذلك يقسم إلى مجموعة من الفصوص عاملة بالزبط زي البرتقانة كده البرتقانة بتاعتنا لما بنجي نقشر القشرة بتاعتها عليها من برا بنلاقيها مجموعة من الفصوص بجوار بعضها البعض ما بلاقيش فيه فص وفيه مكان تاني فادي ماينفعش إذن هنا عملية النمو تكون غير مكتملة وفي نفس الوقت ماينفعش يبقى فيه فص ومكان فادي وهكذا وفيه فص تاني ومكان فادي بيت الفص عامل زي بيت الفص بتاع البرتقانة بالزبط هي مجموعة من القطع بتركب بعضها بجوار البعض وبينهما دليل الدليل دوت بيكون له أعدى على شكل وردة من المعدن وفي نفس الوقت بيكون بيتربط في الآخر بسامولة وبيتم إحكامه جيدا ثم يوضع على المقرطة وخاصة الغراب السابت ويربط جيدا بالغراب السابت ثم تجرى عليها عملية التشكيل طيب لما بتتم عملية التشكيل بقى ممكن طالب يسأل يقول لي طب يا أستاذ لما احنا جمعنا على الآلب المركب ده وخلاص المعدن غلقل في الآلب طب أنا إزاي هقرج الفصوص بقى من الآلب بالنسبة لي أقول له سهلة جدا يعني من أسهل مما تتخيل بالزبطك أنت بتروح جاي مطلع الآلب ومطلع عليه من عليه المنتج وتروح جاي حطوتهم قدام منك على فرش المكنة بعد كده بتفك السامولة بتاعت دليك ذات نفسها وترفع الوردة بعد كده بتفك العمود لأن العمود ده مسبت من أسفل بجزء مقلوز بفكه مجرد ما بسحب الدليل من النص اللي هو واخد شكل دائري مجرد ما بسحبه ألاقي الفصوص تبدأ تنهار أبدأ أسحب فص فص حتى أتخلص من مجموعة الفصوص الموجودة داخل المنتج ولذلك احنا بنقوله بنقول أن موضوع الجامع على القوالب المركبة بيحتاج إلى مهارة عالية جدا من العامل أو من المدرس أثناء تدريب الطلبة بيحتاج أيضا رؤية واضحة للطلبة أثناء تركيب الفصوص بعضها بجوار البعض وأثناء عملية الجامع أيضا كل الحاجات دي بتعتبر إيه؟ بتعتبر بالنسبة لمهمة المشاهدة أن أنا أشوف الحاجة وهي بتتركب وأشوف وهي بتتجمع وأشوف وهي بتتفك مرة واثنين وثلاثة بعد كده أعلم الطالب إزاي يعمل عملية تجربة على بيوت الفصوص اللي هي المركبة حتى تتم عملية الجامع لأنه دي بتعتبر أعلى درجات المهارة بالنسبة للطالب أثناء الجامع على المخرطة للقوالب المركبة يجب سنترة القرص المعدني قبل عملية الجامع دي صحيحة لازم عملية السنترة دي مهمة جدا ليه بقى؟ لأن مخرطة الجامع لا تقوم بجمع أي شكل من الأشكال الهندسية إلا شكل واحد بس هي الأجزاء الدائرية فقط لغير يعني لازم القرص بتاعي يكون على شكل إيه؟ دايرة يعني أنت لو أنت قاعد في البيت كده أقعد فكر قدام منك لو قدام منك طبق بتاكل فيه مثلا لو أنت بصيت على الطبق ده أقعد تخيل كده كأنك بتفرده قدام منك لما يجي تفرد هيب عبارة عن إيه؟ عبارة عن دايرة بص على قدرة الفول الكبيرة دي اللي هي بتبقى موجودة قدام منك أقعد كده تماعن فيها وبص عليها كده لو أنت فردتها كده على الأرض وجبتها مثلا بالشاكوش وبدأت تطرق عليها وترجعها لوضعها الطبيعي هتلاقيها عبارة أساسة عبارة عن دايرة طب إيه اللي يأكد بقى الكلام بتاعي دا؟ بص على قاعدته إذا كانت القاعدة دائرة فالجسم مبني على القاعدة الدائرية يعني دي مهمة جدا يعني لما يجي يبقى قدام مني طبق مربع كده ما قلتش إن قاعدته دائرية لا دا قاعدته مربعة مبني على قاعدة مربعة مبني على قاعدة مستطيلة إذن هنا الأقراص الدائرية إذا كان القرص من أسفل دائري إذن قاعدة بناء هذا المنتج مبنية على إيه؟ على دايرة ودي مهمة جدا طب إيه الغرض بقى من حتة السنترة لما يجي ركبها ما بين الغراب السابت والغراب المتحرك لازم يكون فيه سنتر اللي هو المركز مركز ثقة للدائرة ذات نفسها التي إذا علقت منه تصبح في حالة إيه؟ اتزايا يبقى المركز ده يبقى الغراب السابت مع الغراب المتحرك وبينهم وبين بعض الزنبة زنبة الغراب المتحرك وفيه اللي هي ممكن أجيب حت قطعة من الخشب أحطها بينهم وبين بعض على أساس أنها تبقى عملية الضغط على المعدن تبقى فيها حتة الخوف من عدم وجود بعض التشوهات فيه كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي إيه؟ مهمة جدا وفي نفس الوقت أروح جاي عامل عملية الجامع طب هنا السنترة بباني إزاي؟ أنا بروح جاي مقرب المسقلة أو أقرب قطعة من الخشب كدليل كده وأبدأ ألف في المخرطة بالنسبة لي بسيطة وأقرب الخشبة منها وأفضل مسبت الخشبة كده في مكانها زي ما هي وأشوف بقى هل فعلاً الأرس تم سنتارته بالطريقة الصحيحة؟ لو لقيت القرص بيغبط في جزء من الخشبة اللي أنا مسبتها أو في جزء من المسقلة اللي أنا مسبتها وبيرجع يبعد تاني يبقى هنا عملية السنترة بتاعتي بتكون إيه؟ مش مزبوطة ودي مهمة جداً 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 إن أنا أعمل عملية السنترة حتى لا يتعرض العامل للإصابة أو توجد رفة في المعدن فينتج المنتج مشوهاً مش حسب الأقطار الموجودة أو المساحات أو الأبعاد اللي أنا محدد بعد كده لابد أن يكون الانفراد كافي لعمل المنتج وذلك بحساب قطر القرص قبل الجمع إيه؟ رياضياً ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي وقلنا إيه؟ إن لابد من حساب قطر القرص بالطريقة الإيه؟ الرياضية بمعنى إن الطبق ده لورتفاع كل الأول أنت ممكن تلاقي مثلاً في أطباق مقاسات مختلفة يعني ممكن أما تروح تشتري بعض الأدوات المنزلية وخاصة الأطباق ممكن يجيب لك مجموعة إطباق 12 نوع وممكن تبقى 20 نوع وممكن تبقى 30 نوع حسب المقاسات بتلاقي فيه مقاسات كبيرة وصغيرة وصغيرة طب كل الحاجات دي بتتحسب إزاي؟ بتتحسب أبعادها باستخدام القوانين الرياضية للأجزاء المجموعة ولذلك الأجزاء المجموعة اللي هي بتعتبر بالنسبة لنا الجمع على المخرطة لابد من حساب قطر القرص بالطريقة الإيه؟ الرياضية أحسبه إزاي بقى؟ أحسب القطر بتاعه اللي أنا عايزه؟ يعني أنا عند القرص كده هنقول مثلاً القرص قطره 30 سنت طيب الطبق بقى عايزه يبقى كام؟ عايزه القطر بتاعه يبقى 20 يبقى معنى كده إن فيه 10 سنت زياد 10 سنت دي هتتاخد منها الأعدى ثم يؤخذ بعد ذلك الارتفاع بتاع الطبق ولو فيه مثلاً يبقى جزء دوران كده وفيه شفة تانية واخدى مسافة معينة كل الحاجات دي بتتحسب رياضياً ولذلك احنا بندرب الطلبة على كيفية حساب الأجزاء المجموعة رياضياً وخاصة في عمليات الإيه الجامع يبقى دي مهمة جداً حساب قطر القرص بالطريقة الرياضية لإعادة ترابط بين الزرات للحصول على تسليل لابد من التعرض لدرجة الإيه الحرارة ودي مهمة جداً يعني إيه مهمة؟ عند الطرق على المعادن مهما كان وصفها ومهما كانت قيمتها لما بجأت ترق على المعادن بالشاكوش بفقد للمعادن الزرات بتاعتها الداخلية بمعنى لكنت لو جبت المصمار سلب وحبت تدقه في الحيطة مثلاً وعدت استخدمت القوة بالشاكوش أو المطرقة تبص تلاقي بعد فترة رأس المصمار دي من كتر الطرق عليها راح الجاية طايرة طب إيه اللي خلها طارت؟ حدث لها تسلد فعالي نتيجة تباعد زرات زرات المعدن بعدها عن بعض أدى إلى كسر المصمار أو انهيار يبقى هنا لازم أثناء عملية الجامع أعمل عملية تخمير للمعدن بعد فترة ليه؟ وأنا بضغط بالمسقلة بيحصل إجهاء إجهادات للزرات الداخلية للمعدن دون أن ترى بالعن المجرد ده بس مين اللي بيحسها بقى؟ بيحسها العامل وهو وقف على المخرطة بيلاقي إن المعدن قرب يتشقق فيه جزيئات بقى ده تاخد درجة الخشونة فيه جزيئات بدأت تديله صوت أورانين بسيط جدا هو اللي يعرفه كعامل يبقى كل الحاجات دي بتؤدي إلى تباعد الزرات بعضها عن إيه؟ عن بعض طب أنا عايز أجمعها بقى أجمعها إزاي؟ أعمل لها عملية تخمير أي تعرض المنتج لدرجة حرارة معينة ثم يترك يبرد فيه الهواء الجوي تبريد حر يعني إيه؟ يعني ما عرضش المعدن ده للمية مثلا أو الأملاح أو أعرضه لأي حاجة بردة في ساعاتها لا استحالة أنا بسيبه كده يترك في الهواء لكي يجف أو لكي يبرد بمنتهى السهولة بحيث إن هنا بعمله أعادة للزرات مرة تانية وأبدأ أقدر أعمل عملية الجامع مرة تانية عليه أو أكمل مشوار الجامع عليه مرة مرة تانية ودي مهمة جدا بالنسبة لي إذن هنا لابد من إجراء عملية إيه؟ التخمير التخمير هو عنصر أساسي من العناصر التي تساعد على إزالة الإجادات الداخلية المشغولة طبعا تعتمد عملية الدرفال على ضغط المعدن بين درفلين أو أكثر لإنتاج شرائح وخطبات دي تعتبر بالنسبة لي صحيح بعد كده الإنعصار هو الفرق بين سمك الخامة قبل الدرفلة وسمكها بعد الدرفلة ده طبيعي جدا إحنا كلنا بنشوف الإنعصار ده بس كان الأول أيام زمان من فترة طويلة كنا بنشوف الرجل بتاع عصير الأصب بيحط العدان الأصب بيحطها ما بين الدرفيل فتنعصر فيخرج منها السائل هي هي نفس الدرفيل دي هي هي نفس الدرفيل التي يوضع ما بينها الكتل نصف مدرفلة وبخرج منها الألواح المعدنية بتاعتي سواء كانت ألواح ستلس أو ألواح صاج بأشكالها وأنواعها المختلفة إذن هنا لابد من إنعصار المعدن ما بين دليلين أو ثلاثة يعني إحنا بنسميهم دليلين أو ثلاثة اللي هي تعتبر الدرفيل السنائية والإيه والسلسية يبقى هنا لما باجي أستخدم عملية الإنعصار الإنعصار ده بيديني مكان رقيق حسب السمك اللي أنا أحدده وبيحدد للأبعاد والطول بتاعتي حسب الشكل اللي أنا عايزه يبقى دي تعتبر بالنسبة لي صحيح من عيوب الصاج المسحوب على البارد أنه لا يقبل الطلاق عليه غلط ده من أحسن أنواع الصاج الذي يقبل الطلاق عليه هو الصاج المسحوب على البارد عملية الجلفنة هي تكوين طبقة رقيقة على سطح المعدن من الزنك وتتم على البارد لا طبعا بتتم على السيخن عملية القزدرة هي تكوين طبقة رقيقة على سطح المعدن من معدن القزدير المنصهة يبقى الجلفنة والقصدرة هما نوع من أنواع المعالجة لسطح المعدن يعني إيه؟ الجلفنة هي تقطيع سطح المعدن بمادة الزنك ولذلك إحنا كان عندنا أيام زمان من فترة طويلة كده كان في بعض البستلات اللي بتتعمل فيها الغسيل وتدغلي كان يقولك أن البستلة دي مصنوعة من الصاج المجلفن إيه هو الصاج المجلفن؟ هو الصاج الذي تم جلفنته بإضافة معدن الزنك الذي ينصر عند 419 درجة مقوية لوجود مثلا نوع من أنواع المعالجة للصاج حتى لا يتعرض للصدق حتى لا يتعرض للتآكل حتى لا يتأثر بالعوامل الجوية حتى لا يتأثر بالمواد الكيميائية كل دي بتعتبر من ضمن الأساسيات الأساسية للعمل الجلفنة يبقى الغرض من الجلفنة هي الحصول على معدن لا يتأثر بالعوامل الجوية لا يتأثر بالعوامل الميكانيكي لا يتأثر بالدرجات الحرية التي يتعرض لكل لكن هيتأثر إمتى بعد مرور الوقت وبعد قصرة الاستخدام؟ كل الحاجات عشان بس محدش يفتكر إن إيه؟ إن المعدن ده ما بيتأثرش لا ده بيتأثر بيتأثر من سوء الاستخدام بيتأثر من سوء التعامل مع العوامل الجوية بيتأثر من عدم الاهتمام به وعدم تنظيفه بعد إتمام كل عملية سواء الغرض اللي صنع من أجله أو الغرض الذي استخدمه فيه كل الحاجات التي بتعتبر بالنسبة لنا مهمة جدا ما فيش منتج هيحصل له في يوم من الأيام إنه هو يفضل مستمر على طول لا المنتجات تموت كما يموت الإنسان مباشرة ولذلك بص على كمية الحديد عندما يتعرض للهواء الجوي يصدق ويكون طبقة بنية قد تزال باليد بتصبح مادة هشة طب لما بيصدق بقى القطر بتاعه الأساس اللي هو كان أيام ما كان جديد هل بيفضل القطر ثابت زي ما هو؟ هل أقدر أعمله عملية معالجة؟ كل الكلام ده صعب جدا إذن هنا الغرض من عملية الجلفانة هو تغطية سطح الصاد بمعدن الزنك للحفاظ عليه وفي نفس الوقت إن أنا بحسن من استخداماته يعني لما بيكون فيه عندي صاج بمفرده مقدرش يستخدمه كباية واشرب منها مية لا طب ما ممكن بعد ما يفضل من المية أبصت لإيه بيتفاعل مع الهواء يكون طبقة من الصدق هذه الطبقة بتعتبر مادة سامة على الإنسان طب عشان أحافظ عليه بقى إما إن أنا أعمله جلفانة أو كان فيه أيام زمان كانوا بيسموه لطباق الزنك اللي هي بيحط عليها مادة المينة ويغطي سطحها بحيث إن وحتى كان بيحطها على درجة لإن المينة بتتحمل درجة حرارة عالية جدا قد تصل إلى 1350 درجة مقوية إذن كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة إذن الجلفانة هي نوع من أنواع معالجة سطح المعدن حتى لا يتعرض للتأثر بالعمل الجوية أو العامل الحرارية أو العامل الميكانيكية كل دي مع مرور الوقت ومع سوء الاستخدام وعدم الاهتمام به وعدم التنظيف يبقى الجلفانة هي القصدرة القصدرة هي تغطية المعدن بمعدن القصدير وبرضو هي نفس فكرة الإيه الجلفانة للحفاظ على سطح الإيه المعدن بعد كده بيقول لي يحدث التصلد الانفعالي نتيجة تشوهات البنية الخارجية دي غلط لازم يحدث تصلد انفعالي للبنية الداخلية وليس البنية الخارجية البنية الخارجية هي طبقة غير متأثرة بعملية الضغط ده من اللي بيتأثر بعملية الضغط البنية الداخلية اللي هي بنسميها المرحلة الاستونية للمعدن ذات نفسه يعني فيه المارتينية والاستونية فيه مرحلة داخلية ومحرار ايه خارجية ومن اللي بيتأثر اكتر المرحلة الداخلية بعملية التشوه او التصلد الانفعالي اللي هو موجود عندي لانتاج صلب غير قبل الصدق يضاف عنصر الكرون من 15 الى 17% ودي تعتبر من ضمن سباك الحديث دي صحيحة ايضا اذا هنا لابد ان انا يكون عندي رؤية في المعادن المعدن الغير سمين وحتى السمين برضو اللي هو الزهب والفضة والبلاتين تبص تلاقي ان الدهب بيتأثر بالعوامل الجوية دون ان يشعر به الانسان بعينه المجرد ليه؟ لانك انت لما بتروح تشتير الدهب من عند السايخ ببص تلاقي الخاتم او الدبلة او اللي انت مستخدم بتلمع لدرجة ان انت ممكن تشوف وشك فيه طب بعد ما بتتلبس بقى في اليد وبعد كده بتتعرض للغسيل وبتتعرض للعوامل الجوية تبص تلاقي الدهب يحتفظ بوزنه كما هو ولكن في بعض التأثيرات التي يتعرض لها الدهب دون ان ترى بالعين المجرد ولذلك بتتطلب منك انك انت تلمعها بعد فترة زي الفضة بالزبط برضو بتطلب منك انك انت تلمعها بعد فضة عدا المعادن الغير سمينة بقى لما بتتعرض للعوامل الجوية اللي زي دي باما ان تصدق اما ان تأكل داخليا زي الالمونيوم اما ان يصدق اشوف عليها طبقة خضراء اللي هي زي بتحصل على النحاس الاحمر اللي هي بنسميها مادة الزرنيخ السامة او مادة كابريتات النحاس او اكسيد النحاس كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مؤثرة على المعدن يراها الانسان مع مرور الايه الوقت ولذلك بتتبص لاقيه في ايام زمان كان فيه ناس بتلمع النحاس لان كانت استخدامات النحاس الاحمر كانت استخدامات بقسرة كنا بنكل في النحاس الاحمر كنا بنغلي مية في النحاس كل الحاجات دي كانت موجودة كنحاس احا جي بعد منها الالمونيوم الالمونيوم برضو بيعتبر من ضمن المعادن الخفيفة التي تستخدم في كل شيء ولكن صدق الالمونيوم صدق داخلي الالمونيوم يتآكل من الداخل دون ان يراه الانسان بعين المجردة ولذلك تبصت الالمونيوم يحدث عليه بعد فترة نتوءات سوداء النتوءات السوداء او النقط السوداء الموجودة على سطح الالمونيوم دي بتعتبر بالنسبة لي مؤشر او الطبق اللي انت بتاكل فيه او مثلا الاناء اللي انت بتشرف فيه بيقولك انا خلاص العمر الافتراضي بتاعي قرى بينتهي فبيروح جاي ميديك مؤشرات كده بسيطة او نقط بسيطة يقولك خلاص انا كده بالنسبة لي لازم يتتغير ولذلك هنا الالمونيوم عندما يحدث به صدق لابد من اعادة تصنيعه مرة ايه ثانية عكس النحاس الاحمر بقى لما بيحصل عليه ان اللون بتاعه يتغير يتغير ممكن اعمله عملية تلميع مرة واثنين وثلاثة واربعة لان النحاس صدقه خارجي او الاكسادة بتاعته اكسادة خارجية نتيجة تفاعله مع العوامل الايه الجوية اذا هنا لابد نحن عند عنصر الصلب نضيف الكروم نضيف المنجنيز نضيف الفسفور ولذلك برضو عايز اوضح ان الحديد عندما يضاف عليه بعض المواد الاخرى زي الكروم والمنجنيز والفسفور او بيتحول الى الصلب الفسفوري والصلب المنجنيزي والصلب الكرومي والصلب التنجستيني اللي هو بتصنع منه شعل اللامبات الكهرباء اللي هي اللامبة اللي هي الكازافولت اللي هي ذات اللون الاصفر كل دي تعتبر بالنسبة لي مصنوعة من انواع الصلب اذا الصلب بيتحمل درجات حرارة عالية جدا باستخدمه كصلب سرعيات باستخدمه كصلب عدة باستخدمه في بعض المنتجات اللي هي بيبقى فيها احتكاك كبير جدا زي المكابس والماكينات المخارط والفراز كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي مهمة عند اضافة بعض العناصر من المعادن الاخرى التي تعطي للمعدن الاساسي سمة من السمات التي لم تتواجد ايه فيه زي مثلا سرعة تحمل درجات الحرارة مثلا سرعة الاحتكاك عملية القاشط او عملية التفريغ او عملية النقش كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي اساسي بعد كده بيقول لي التفحم الطبيعي اثناء الضرفلة هو انفصال الى طبقاتين او اكثر ودي مهمة جدا طبعا صح اللي احنا كنا بنتكلم عليها يجب اجراء عملية التسخيل للكتلة المضرفلة بعد ضرفلتها دي خطأ لازم بتتم عليها عملية التسخيل قبل وليس بعد تعتمد عملية الضرفيل على زيادة في العرض وتقليل ايه في الطول ودي لسه كنا بنشرحها دلوقتي الضرفلة هي زيادة في الطول وزيادة في العرض ما ينفعش اضرفل حاجة يبقى فيها زيادة في الطول فقط لا زيادة في الطول وزيادة في الايه في العرض ولذلك دايما من اللي بيحدد بقى الزيادة في الطول وزيادة في العرض طب ما أنا ممكن أحط الكتلة المدرفلة دي أحطها على مكانة الدرفيل وتطلع بمقاسها زي ما هي ولا فقال زيادة في الطول ولا فقال زيادة في العرض طب إيه اللي بيخلي بقى فيه زيادة في الطول وزيادة في العرض اللي بيخلي فيه زيادة في الطول وزيادة في العرض إن أنا ببقى عايز الكتلة النصف المدرفلة دي أخرج منها لوح مثلا من المعدن سمكه مثلا واحد ملي طب هي كان سمكية كام عاشرة ملي إذن هنا لابد من ضرفلتها على مراحل حتى تصل إلى سمك واحد ايه ملي طب كل مرحلة بقى بتمر بيقل السمك ويزداد الطول ويزداد الايه العرض وبعد كده دخلها على مرحلة تانية يقل السمك ويزداد الطول ويزداد الايه العرض حتى نصل إلى السمك المطلوب ويمكن احنا دايما بنقهدها لو انت مثلا رحت عند واحد فتاتري أو حاجة زي كده طب ما بتبقى قدام منه كتلة العجين قدام منه ويقعد يبطت عليها أو يقعد يحاول ان هو يشكلها بصوا بيوصلها الرئة شكلها ايه بتزداد في الطول وبتزداد في العرض وبتقل في السمك هي نفس فكرة الضرفلة بالزبط إذن الضرفلة الغرض الأساسي منها هي الحصول على سمك المعدن ولذلك أثناء عملية الضرفلة مما يؤدي إلى زيادة في الطول وزيادة في الايه في العرض بيقول لي تتم ضرفلة الأسلاك على ما كان الضرفيل ذاته أقطار مختلفة هنا عشان بس ما حدش يبقى فيه عنده حتة اللغط في الجزء ده ممكن الضرفيل التي تستخدم في ضرفلة الأسلاك تكون ضرفيل متدرجة ولذلك هنا بيقول لي ايه صح يبقى أنا عندي هنا نوع من أنواع الضرفيل إما أن تكون استواناته ملساء نعمة أو الاستوانات بتاعته فيها فراغات الفراغات دي بتؤدي إلى استخراج المعدن في صورة ايه أسلاك يبقى هنا عشان بس ما قصي ممكن حد يقول لي ايه ده مكنة الضرفيل دي ما قدرش يستخدم فيها سحب أسلاك لا استخدم فيها سحب أسلاك طب امتى نستخدم فيها سحب أسلاك عندما تتغير الضرفيل من ضرفيل ناعمة وملساء إلى ضرفيل زاتة أقطار مختلفة الأقطار المختلفة دي أو فتحات مختلفة الفتحات دي بتبقى موجودة في الضرفيل العلوية والضرفيل السفلية والاتنين بيبقوا بالبعض بالزبط يبقى هنا الفراغات اللي بينهم وبين بعض أقدر أدخل السلك بالنسبة لي والسلك ده بالنسبة لي يخرج حسب القطر اللي أنا ايه عايزه يبقى مهم جدا أن أنا أقدر أحددله أن مكينات الضرفيل المتدرجة تستخدم لسحب الأسلاك عشان بس ايه ما حدش يقول أصل دي ضرفيل ملأ الضرفيل بتستخدم لسحب الأسلاك وسحب الألواع مع تغيير الضرفيل أو تغيير الأقطار بتاعتي اللي أنا عايزه تقوم عملية البسك على تسخين المعدن بعد خروجه مباشرة من فوهة ايه المجبس ده غلط طبعا استحالا أن تقوم عملية البسك على تسخين المعدن بعد خروجه مباشرة من فوهة المجبس ده لازم يكون التسخين قبل الخروج يجب أن يكون المجبس أثناء البسق خالي من العيوب حتى لا يوجد تشوهات يا حقيقي فعلا صح البسق المباشر هو خروج المعدن عكس حركة اتجاه الكباس غلط دي في نفس اتجاه حركة الكباس البسق المباشر هو تحرك المعدن أو كتلة المعدن في اتجاه الكباس دي البسق المباشر يعني 25 هي تعتبر الغير مباشر و 26 تعتبر بالنسبة للمباشر ولذلك هنا معكوس فكرة البسق عموما كلنا بنتعامل معها بمنتهى السهول ازاي بتعامل معها بمنتهى السهولة لو انت عندك انبوبة معجون الاسنان مثلا انبوبة معجون الاسنان اللي موجودة عندك لو انت فتحت الغطى بتاعها وضغطت عليها ينبسق المعجون من انبوبة الاسنان متخذا نفس شكل مقطع الفواه يبقى كلنا بنعمل عملية البسق بس بطريقتنا الخاصة لو انت مثلا جبت مثلا انبوبة كاتشاب مثلا وفتحتها ممكن تحركها زي ما انت عايز حسب ما بتضغط عليها وبتتخرج المنتج بتاعه بالشكل المطلوب حسب شكل الفواه اذا هنا احنا عندنا عملية البسق في المعادن نفس الطريق ينبسق المعدن من المجبس في اتجاه نفس حركة المجبس بنسميها بسق مباشر يعني ايه؟ يعني انا بدفع المعدن كده للامام المعدن بينبسق في نفس الاتجاه طب البسق الغير مباشر بدفع المجبس كده للامام البسق بيجيلي بطريقة ايه؟ عكسية دي بنسميها البسق الايه؟ الغير مباشر في كلت الحالات الغرض من البسق هو انتاج قطاعات دائرية باقتار واطوال مختلفة زي ايه بالزبط؟ زي اسياح الحديد المسلح دي كلها بتتم باستخدام عملية البسق على مكينات الضرفيل المتدرج بينبسق المعدن مجرد ما بينزل من البوطقة على المجبس بتاعه ويدفع على طول مباشرة بتتم عملية البسق على شكل الاسياخ اللي انا عايزها اذا هنا انا عندي البسق المباشر والبسق الغير مباشر والبسق بالصدمة الى اعلى والبسق بالصدمة الى ايه؟ الى اسفة يعني ايه البسق بالصدمة الى اعلى؟ يعني معنى كده ان القتلة اللي تحت تاخد المشغولة وتطلع تضربها فوق طب والبسق الى اسفل بقى ان المجبس ينزل على المشغولة وياخدها وينزل بها للعمق ولذلك البسق الى اسفل بتصنع منه اغلفة الطلاقات الايه النارية ليه بجيب والغلاف بتاع الطلاقات النارية هو عبارة عن دايرة ايضا لو انت بصيت على الغلاف من تحت ودي قاعدة اساسية بنأكد عليها اذا كانت القاعدة على شكل دايرة فالمشغولة التي تم تشكلها كانت على شكل دايرة واذا كانت القاعدة على شكل مربع او مسلس او مستطيل فهي تعتبر مشكلة من نفس الشكل اللي هي ايه موجودة على قاعدة يبقى دي مهمة جدا بالنسبة لي بحيث ان احنا تبقى دايما سوابتنا في المعلومات ثابتة يعني ما فيش فيها حتة التغير ما يبقاش عندي مثلا قاعدة مسلسة واقول ان هي جاية من دايرة استحالة او جاية من مربع برضو استحالة حتى لو جيت من مربع او من دايرة تم قصها قبل تشكيلها باستخدام المقص الى الشكل اللي انا اصنعها عليه مسلسة او مربعة او مخمسة او مسدسة بعد كده بيقولني عملية الروبوسيه يزخرفت المشغولات وتعرف الطرق على المعدن من الخلف احيانا بيسموه الدفع من الخلف يعني الروبوسيه دي كلمة معتدة ولكن الاسم العلمي له هو الدفع من الخلف يعني بدفع المعدن من الخلف بحيث ان هو يديني اشكال الروبوسيه بتاعتي اللي انا عايزها الروبوسيه اما ان يكون عبارة عن اشكال هندسية نحن بناخد الدايرة ونقسمها الى اشكال هندسية او عبارة عن اشكال نباتية او حيانية حسب زي ما انت ايه عايز يعني الروبوسيه ده عادة بيبقى موجود دايما في المنتجات المعدنية وخاصة وحدات الاضاءة زي النجف والابليك والاباجرات وايضا بيبقى موجود في الادوات المنزلية ولكن بقى مستحب دلوقتي ان انا اعمل روبوسيه على سطح المعدن من بعض الاشكال النباتية اللي هي بتدي شكل جمالي ولكن الروبوسيه بالنسبة لنا احنا بيعتبر هو اساس بالنسبة للايه لاشغال المعدن وخاصة في المنتجات المعدنية زي ما قلت اللي هي الاباجرات بعد كده من عيوب البسق ان تكون فتحة الكباس اكبر من المعدن المطلوب بسقه طبعا لو انا عايز سيخ سمك واحد ملي مثلا السمك اللي هو الواحد ملي ده ما قدرش اخلي فتحة الكباس بالنسبة لي اكبر طب ما هي لو اكبر مش هتديني القطر اللي انا عايزه يعني مش هتديني القطر اللي انا عايزه لو انا عايز قطر واحد سانتي مثلا مش هتديني القطر الواحد سانتي طب لو أنا خليتها أقل برضو مش هتديني القطر اللي هو اللي أنا عايزه بالنسبة لي إذن هنا لابد أن تكون فتحة الكباس هي نفس القطر المراد بسق المعدن من إيه من خلاله أو نفس القطر المطلوب اللي أنا عايزه بالنسبة لي يعتبر جاكوشي ربوسي من المعدات المهمة لتنفيذ ذلك على سطح المعدن طبعا ده أساسي من الاعتبارات التي تحدث أثناء عملية التشكيل بالبسق قوة الضغط وقوة الاحتكاك ده من الطبيعي أنك إنت لما بتيجي مثلا تعمل عملية بسق محتاج قوة ضغط ومحتاج قوة احتكاك طب فين الضغط وفين الاحتكاك؟ الضغط هو الضغط على المعدن لخروجه من الفواه طب وفين الاحتكاك؟ هي احتكاك جسم المجبس بالنسبة لي جسم المجبس هو بيحتك بالكباس وأنا بجبس زي مثلا أنت وانت مسك أنبوبة معجون الأسنان بتضغط عليه طب فين الاحتكاك بقى هنا؟ احتكاك المعجون هو خارج بجسم الأنبوبة يبقى هنا فيه عندي ضغط وفيه ايه؟ احتكاك عشان أقدر أخرج المنتج بتاعي بالشكل الايه؟ المطلوب بيقول لي تراوح قطر دائرة البياد من أربعة بوصة إلى تسعة بوصة يبقى هنا برضو الأربعة بالنسبة لي قليلة لكن ممكن تكون التسعة بوصة موجودة لكن طالما حتى الأربعة بيت بالنسبة لي خطأ قلم الاستشعار هو القلم الأساسي الذي يقوم بعملية الحفر ده طبعا قلم الاستشعار ليس هو القلم الذي يقوم بعملية الحفر في فترة من الفترات قلم الاستشعار ده هو القلم الذي يتحرك على النموذج المراد عمل نموذج تاني مشابه له ازاي؟ نوضحها بمثال بسيط لو انت عندك مفتاح في البيت الكسر مثلا ومش المفتاح ده مش كمبيوتر او حاجة من المفاتيح العادية طب وعايز اعمل مفتاح زيه الراجل ما يقدرش يعمل لك مفتاح زيه الا في حالته اما انك انت عملت ضبعة للمفتاح ده على مثلا قطعة لدنا من الصبون او من اللدائن وخدته له ووريته الشكل بتاعه او انك انت تاخد الجزء المكسور ده وتدهوله طب لما ياخد الجزء المكسور ده يحطه على قلم الاستشعار بتاع المكن يربط عليه كده وبعد كده يحط المفتاح اللي عايز يعمله لك زيه على قلم الحاف ويبدأ يشغل المكن المكنة وهي ماشي على قلم الاستشعار اكيد وهي بتمشي على السنون مرة تطلع ومرة تنزل مرة تاخد مسافة ومرة تنزل ومرة تطلع وكذا حسب شكل الايه حسب شكل المفتاح المكسور يبقى هنا ده قلم الاستشعار طب والناحية التانية قلم الحافر مجرد ما المكنة بتخلص المشوار بتاعها بتروح انت فاكك قلم الحافر ومخرج منه المفتاح تلاقي المفتاح اللي كان موجود على قلم الاستشعار المكسور بقى زيه على قلم الحافر المفتاح الجديد اللي انت عايزه دي بتستخدم في عمل استنبات سك العملة ده اللي هي المكابس اللي بتستخدم في سك العملة لما باجي اعمل الاستنبا بتاعة المكبس باجيب مصمم يعمل للإستنبا ولذلك احنا هتبص تلاقي في العملات المعدنية بتاعتنا وخاصة في الزمن ده او في الوقت ده بتبص تلاقي العملات متميزة متميزة بايه بمجموعة من المناسبات المتعددة زي مثلا قناة السويس زي الاهرامات زي اي نوع من انواع المناسبات التي تدون وتوسق على العملة موجود ولكن الناحية التانية خلاص موجود جمهورية مصر العربية وقيمة العملة مثلا خمسين ارش مائة قئوة هكذا اذا هنا في ناحية موجودة ثابتة وفي ناحية بيسجل عليها مناسبات المناسبات دي موجودة متغيرة طب ام تعملها بقى لازم اعمل لها اسطنبا على ماكينة البانتو جراف اللي انا شرحت لك على اساسها نفس فكرة عمل المفاتيح بالزبط هي نفس الشيء بالنسباله ان انا بجيب اسطنبا وبخلي مصمم او مهندس يبدأ يشكلها لي على نوع من على الجبس اللي هو النحات اللي يبدأ ينحط الاسطنبا ذات نفسها ثم بعد ذلك باخد الاسطنبا دي وبعملها على معدن من المعادن الرخيصة وبعمل لها عملية تهزيب وتنظيف وبتأكد من ان التصميم بتاعي مزبوط ولكن في حاجة هنا لازم اوضحها لابد ان يرسم التصميم مقلوب ليه؟ عشان يطلع الناحية التانية معدو ولذلك في حاجات كتير جدا احنا بنشوفها دايما بتبصلي على عربية الاسعاف كلمة اسعاف دي مقلوبة ليه؟ عشان الاسعاف دي لو ماشي اوراك ونت راكب العربية تظهر قدام منك في المراية بالعدل اذا هنا برضو فكرة ماكينة البنتوغراف عند اجراء عمل الاسطنبا لابد اذا كانت فيها مناسبات المناسبة دي او الكلمات بتكتب مقلوبة حتى تنقل الى الناحية التانية اثناء عملية الحفل تنقل بالشكل العدل المطلوب وحسب السمك وحسب المسافة وحسب التكانة وحسب الابعاد كل دي بتبقى مواصفات الاسطنبا وفي نفس الوقت بتبقى مهمة جدا بالنسبة بيقول لي يزن رأس الشاكوش المستخدم في النقش من 150 الى 600 جرام صح تصنع رؤوس جواكيش النقش من الصلب المقصة برضو بالنسبة لي صحيحة يجب ان يصنع قلم النقش مع المشغولة زاوية قدرها 60 دي تعتبر بالنسبة لي خاطئة هو هنا اما بيتكلم عن حتة وزن الشاكوش من 150 الى رأس بس وليست اليد يبقى هنا هو بيأكد على حتة الرأس وليس اليد وليس طول اليد لازم الشاكوش النقش بالنسبة لي من 150 الى 600 جرام اللي هي تعتبر نص كيلو وميجرام لكن هي بتبدأ من 150 جرام لذا هنا عند من 150 عند 200 عند 250 عند 300 لغاية ما باصل 600 لا يزيد الشاكوش عن 600 جرام وفي نفس الوقت بالنسبة لي كده الوزن يعتبر بالنسبة لي مهم وحتة النقش بتعتبر بالنسبة لي مهمة ارجو من ابناء وبنات الطلبة في هذه المراجعة ان يحرصوا جيدا على قراءة السؤال مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته